رسالة هولندية للسلطات القطرية ادفعوا ثمن دعمكم لجبهة النصرة في سوريا اذ خاطبت محامية هولندية سلطات القطرية مطالبة بصرف تعويضات فورية لضحايا ارهاب جبهة النصرة المدعومة من قطر وقالت المحامية ان احد موكلها احتجزه عناصر جبهة النصرة قرب دمشق في ديسمبر 2012 مضيفة ان الرجل تعرض للتعذيب وشاهد قتل رهينتين اثنتين كما تعرض لعملية قتل وهمية وقت ذاك طالب الارهابيون بمليوني دولار فدية لاطلاق سراح الرجل الذي لم تكشف عن هويته قلقا على سلامته قبل ان يتمكن من الهروب خارج سوريا وحصل على حق اللجوء في هولندا جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة هي واحدة من التنظيمات الارهابية التي تحظى بدعم سخي من قطر العلاقة بين الطرفين بدأت منذ تأسيس جبهة النصرة في سوريا وكان لقطر دور في تأسيسها ومن ثم تمويلها حتى صارت من اقوى التنظيمات المسلحة في سوريا تقارير استخباراتي غربية اكدت ان جبهة النصرة في سوريا تتلقى دعما بعشرات الملايين من الدولارات من قطر عبر جمعيات خيرية قطرية او مانحين قطريين من بينهم عبدالرحمن النعيم المتهم في الولايات المتحدة ودول غربية بتمويل القاعدة لكنه يكرم في قطر وهي خطوة اثارت غضبا واسعا في الغرب وعدا عن الدعم المالي هناك دعم اعلامي ايضا وباتت المنابر الاعلامية القطرية نافذة لقيادات جبهة النصرة الارهابية للترويج لافكارهم المتطرفة الدعم القطري للنصرة ليس سرا وباعتراف القطريين انفسهم عندما جاء ان النصرة غير مقبولة توقف هذا الدعم من النصرة تقول الحقوقية الهولندية ان قطر مسؤولة عن تلك الاضرار التي لحقت بموكلها وبغيره من ضحايا جبهة النصرة وطالبت المحامية قطر بتحديد كيفية تعويض موكلها من ضحايا ارهاب جبهة النصرة خلال ستة اسابيع